السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة لسا مخلصين منذ قليل حلقة بث مباشر كانت مهمة جدا اتكلمنا فيها عن تطورات الأحداث في الساعات الماضية وانتو كلكم عارفين المنهج بتاعنا أن احنا بنعتمد على الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا الصورة المصغرة لحلقة البث المباشر تظهر أمامكم الآن فتابعوا هذه الحلقة للأهمية العالم على موعد مع حدث عظيم ماذا سيحدث يوم خمستاشر شعبان اتعودنا في القناة بتاعتنا أن احنا بنتكلم عن أحداث آخر الزمان وعلوم آخر الزمان لكن في هذه الحلقة استثناءا سنخرج قليلا عن السياق بتاع آخر الزمان وهنكلمكم عن أعظم حدث تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1445 سنة هجرية هذا الحدث هو حدث ليلة النصف من شعبان دقائق قليلة هفكركم بحاجات مهم عشان الناس بتسألنا معسكر الإيمان بيقول لنا إيه واجبنا في هذه المرحلة الواجب بتاعك العبادة والعبادة جزء لا يتجزأ عن فقه المرحلة اللي احنا عايشين فيها ودورك كمسلم تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى في مواسم الطاعات الناس بتسألنا بتقول لنا نعمل إيه في زمان الفتن العبادة أكرر وأقول لك العبادة العبادة هي طوق النجاة مع الفهم للحاديث والأحدث النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا هدية من الهدايا اللي أنعم بها رب العزة على الأمة الإسلامية ألا وهي ليلة النصف من شعبان المراضي الحدث القادم معروف معروف لأهل الأرض ومعروف لأهل السماء ليلة النصف من شعبان النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فضل هذه الليلة وفي فضائل يعني لهذه الليلة حديث ضعيفة لكن احنا اخترنا ليكم الحديث الصحيحة وماذا كان يفعل السلف الصالح في هذه الليلة وهل لها فضائل أول حاجة الشيخ الألباني صح حديث مهم جدا رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه رواه الإمام الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع وهذا الحديث يعني من الحديث القليلة الصحيحة في شأن ليلة النصف من شعبان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن هذه الليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله الله يطلع إلى خلقه يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين وأملي لهم ويدع أهل الحقد بحقدهم يعني الناس الحاقدين وفي رواية أخرى والمشاحنين اللي متخصمين مع بعضهم والمشركين هم دول اللي يحرموا من فضل ثواب هذه الليلة طبعا أكدت لكم الحديث صحيح رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله حديث آخر عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن رواه ابن ماجة وابن حبان عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عايز أقول لكم يا أحباب إن الزاد بتاع المؤمن هو التقوى ولازم من غذاء للبدن ولازم أيضا من غذاء للروح وغذاء الروح للمؤمن هو ذكره لله سبحانه وتعالى فإحنا في أيام طاعات ومواسم طاعات أدخلين على مرحلة فيها فتن وفيها على الغالب وفيها أمور عظام أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فوادب المؤمن في زمان الفتن التمسك بحبل الله المتين كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واقع عملي حديث اللي بيظهر أصدنا بيتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن سلوك المسلم ما بيكلمش عن كلام نظري وده المطلوب من كل مسلم يفعله بيتكلم أن هذه الليلة اللي على الغالب بترفع فيها الأعمال إلى الله الله يغفر لجميع خلقه إلا لمين إلا لمشرك وهذا هو تعظيم جناب التوحيد الذي عاش ومات وسيبعث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا النبي قعد عليه الصلاة والسلام طول عمره من ساعة ما ربنا قال له يا أيها المزمل يا أيها المدسر قم الليلة إلا قليلا قم فأنزر من هذا الوقت قام النبي ودعا قومه وعظم جناب التوحيد أبدا ما كان النبي يغضب لنفسه ولكن كان يغضب إذا انتهك جناب التوحيد وإذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى يبقى أول نوع الله مش هيغفر ليه هو المشرك حتى يعود إلى التوحيد والمشاحن الناس المتخصمين مع بعض وما أكثر الخصومات التافهة في هذه الأيام فيعني احذروا وإحنا بنقول لأحبابنا أداء واجبكم علينا المتابعين بتوعنا أنا عارف إن موضوع الحلقة خارج سياق علامات آخر الزمان لكن الكلام ده مهم إن احنا نفكركم بيه حرصا عليكم علشان الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم ولا تتعرضوا لحبوط العمل إياكم والخصام والنبي عليه الصلاة والسلام بيبين إن من خصال المنافقين وإذا خاصم فجر فانتبهوا جيدا أيها الأحباب بأكد وقول لكم أنا عارف إن الموضوع حلقة النهاردة بعيد عن علامات آخر الزمان لكن بعد قليل إن شاء الله هنرجع تاني ونعاود الحديث في أحداث وعلامات آخر الزمان والأحداث العظام أنشر هذه الحلقة للأهمية للتذكرة فذكر إن نفعت الزكرة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بارك الله فيكم نحبكم في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته